الفاضل ولما كنتوا عودة إلى برنامج أشروق مورنينغ وعودة إلى استقبال الضيوف لدائما ما يحطوا رحالهم في البرنامج دائما في الإبداع والفن مكملين نروح إلى فن الرسم أكيد فن الرسم يجمع أخوين شقيقين حب واحد يعني في موهبة واحدة يلا روح حاضر معنا صبيحة اليوم كل من نوار الشيخ يوسف مرحبا بيك أهلا بيك شكرا جزيلا لاستضافتك في برنامجنا تحياتنا للسادة المشاهدين ولو حاضر معنا أيضا مشاهدين لأفاضل الشقيقك النضال الشيخ يوسف مرحبا بيك أهلا بيك شكرا جزيلا جميل شكرا لكم لقبول دعوات البرنامج أكيد رح نحكو على الرسم كموهبة ربما عائلية خليني نقول لا لا فن الرسم نبدأ مع البدايات وبدايتكم مع فن الرسم مشكلنا ليكتشف الموهبة ديالكم كيفاش بديتوا نروحوا نقطة بنقطة باش نعرفوا المشاهد الكريم على شكل هو نوار ونضال أنا تقريبا لما بدأت الرسم كنت نرسم في أوقات الفراغ أو في أوقات ما نكون نشعر بالملل تقريبا اللي اكتشف موهبتي هم عائلتي والدي والدي حتى زملائي في المدرسة أو أساتثتي في المدرسة بدأت الرسم برسومات بسيطة يعني رسومات كارتونية أو مثلا سيارات أو مثلا منازل نشوفها مناظر طبيعية وكان اللي يشوفها من أصدقائي أو من زملائي في المدرسة أو حتى أساتثتي يعجب فيها ويقول لي أنت عندك موهبة موهبة بينك أنت واضحة الله يحبك وبعدها توقفت تقريبا حتى صار عمري 14 عام من 10 سنين تقريبا حتى بدأت نطور هذه الموهبة بدأت نرسم الوجوه بشكل أكثر كان عندي شوية صعوبات حتى رؤيتك الرسم بدأت التضحي وإتجاك بدايبا واضح لما انتقلت من مرحلة الرسومات الأولية إلى مرحلة رسوم الوجوه نعم حبيت نبدأ أن نتعمق أكثر أو نطور أكثر في مستوىي في الرسم ونوصل للدرجة الواقعية أو المستوى الواقعي الواقع المفرط بحيث أنه اللي يشوف الرسومات التاعي ما يفرق إذا كانت رسومات أو صور كنت حاب نوصل لهذا المستوى ما وصلت لها؟ نشوف مازال يعني مازال لي دقق شوية يشوف باللي هاي لا لا مرسومة باللي وضع منك الإنسان يعني موهوب ولا عنده موهباك موهبة الرسم أكيد ما رحش يوصل إلى مرحلة ربما أنه يرضى على نفسه لأنه مرحلة واعرة ربما أو صعبة يوصلها الإنسان أكيد هو عدم الرضا شيء إيجابي جدا في حياة الرسام أو في مستوى الرسام لأنه دائما يعطي حافز حتى يتطور أكثر ويتعلم أكثر كمان جميل جدا يلا نضال بدايتك مع الرسم هل اقتدت بأخوك في الرسم كيفاش كانت بدايتك هل أثر عليك تأثرت به أيضا؟ أنا إيه لأما أنا كانت والدتي هي أكثر شيء كان الدعم الأساسي لنا هي كان دائما تعطينا يعني الأقلام كان تعطينا حتى عجينة الأطفال السلصال يعني كانت يعني هي كانت أكثر شيء تحفزنا يعني نكتسب موهبة كنت أنا أكثر شيء كنت أرسم أشياء بسيطة يعني من الطفولة كنت تجهت للتشكيل أو النحت كما نقوله كنت عمرها تقريبا أربع سنوات أول خمس سنوات كنت أصنع أشكال يعني ما لها أي معايير يعني مع الوقت صرت أحبك أصنع شخصيات ديزني أو نيكلوديون مثلا عجبتهم ولكن بالنسبة للرسم بتعت عنه فترة معينة كان رسمي طبيعي يعني لحد تقريباً 2017 بدأت أرسم كان شوي رسمي لا بأس به يعني كان عادي جداً حبيت أتطور طبعاً تأثرت بأخي طبعاً طبعاً جميل جداً أنه يكون تأثر إيجابي ويكون في شيء يخدمكم ويطور موهبتكم يلا نرجع إلى رغم اختلاف في المذاهب الفنية اللي راكم فيها إلا أنكم تجتمعوا دائماً على حب الرسم واشنو هو المذهب اللي يتبعوا كل واحدة فيكم في الرسم؟ المذهب الواقعي نعم أنا أكثر شيء المذهب الواقعي لكن إن شاء الله حتى نشوف روحي وصلت لي مرحلة مناسبة أني أتجه لمذهب آخر أو مثلاً نبتكر الطريقة الخاصة فيه أو المذهب الخاص فيه اللي يميزني ويترك بصمة يعني يخلي بصمة وأثر في عالم الفن بحيث أنه اللي يشوف أعمالي ممكن يعرفها بدون ما يقرأ التوقيع أو بدون ما يعرف باللي هذا العمل الخاص به جميل ونظام أنا بالنسبة لي اتجهت للواقع أو الرسم البورتري الوجوه لكن أنا أحب أكثر الرسومات الخيالية يلا نشوف وجبت لنا مجموعة صور نحكو على كل وحدة على كل صورة راح تشوفها مشاهدين الكرام في الشاشة الآن نطلب فقط من المخرج يعطونا الصور الأولى اللي جابها نضال ونوار صور رائع جداً يلا نحكو على كل صورة هذه الصورة أو المدرسة؟ هذه صورة لوالدي اللاهي بارك كان شاب يعني في محن الشباب كان فيه عمره الثمانية وعشرين سنة تقليل ثمانية وعشرين سنة يعني صورة قديمة أو تحيتها من جديد يلا هذا صور النضال لراكم تشوفوا فيهم مشاهدنا الكرام وهذه صورة لمن؟ هذه مجرد بورتري كنت حب أطور من دمج الألوان فأني دخلت مباشرة في صورة يعني عجبني توزيع الألوان وعذا مكان وصورة الثالثة صورة لرسم مونغا مونغا حولت صورة شخصية كرتونية لصورة حقيقية يعني صورة تقريبا يعني بكل تفاصيلها وبأدق تفاصيلها راكم تشوفوا فيها نرجع فقط إلى الصورة الأولى اللي هي صورة الوالد عود حيها صورة قديمة راكم تشوفها للوالد أولد كل من نوار ونضال عودوا حيها بطريقة الرسم لما كان في عمر وشحال هنا؟ 28 سنة نحن عندنا غنية جزائرية تقول لك في عمر 20 البارح كان في عمر 20 يلا جميلة جدا وهي الصورة اللي راكم تشوفوا فيها اللي هي نضال نرجع إلى صور نوار صور راكم تشوفوا فيها في الشاشة رغم ذلك جابها معه إلى الأستوديو نحكو على كل صورة هات الصورة يلا هاي الصورة أجدد لوحة عملتها كنت حاب نزيد نتطور في مستوى في الواقعية المفرطة ونعمل يعني بورتريهات مختلفة مش مجرد بورتريه نزيد فيها الحركة أو مثل ما تشوف فيها شوي الانكماش في الوجه أو التجاعيد انحنا في الوجه في الخدود يعني تفاصيل دقيقة جدا حطيتها في الصورة نعم وبالإضافة للتجاعيد والتفاصيل المسام هاي الأمور كانت تجيني صعبة جدا أني ننفذها في صورة واحدة لكن الحمد لله يعني النتيجة راضي عنها لكن إن شاء الله نطمح نوصل لمرحلة أكبر وفي هذا الطريق وشي هما الألوان أو الطرق اللي اعتمدت عليها في الرسم؟ اعتمدت في هاي اللوحة بالذات على دمج بين الأقلام الرصاص وبودرة الفحم استخدمت أقلام الرصاص كطبقة أولية وبودرة الفحم نزيد في درجات السواد في الألوان وخرجت هذه النتيجة؟ نعم خرجت هذه النتيجة باستعمال طبعا ألوان الأكريليك البيضاء أو أقلام الجل البيضاء مع الممحة مع أدوات بسيطة يعني جميل نرجع إلى صورة أخرى نشوف فيها هي صورة لفنان سوري نعم الفنان محمد خير الجراح بدور أبو بدر في باب الحارب أبو بدر كل جزائريين يعرفوه أكيد هاي أيضا ما عندها تقريبا أقل من شهر حبيت أيضا نكون نتمرن فيها في الفحم هاي فحم فقط الرسمة اللي راكم تشوفو فيها طبعا وصلت للفنان الحمد لله وتواصل معي على الخاص أعجبته جدا تواصل معك للخاص بالخاص نعم الفنان محمد خير الجراح على الفيسبوك مبادرة جميلة منه أنه يرد على إنسان رسمه وخاصة بهذا الطريقة اللي راكم تشوفو فيها مشهدنا الكرة نعم الله فرحني جدا تواصله معي وعطاني حافز أكبر أني نكمل ونتطور بإذن الله بإذن الله نرجع إلى صورة أخرى هذه الصورة لنظال أيضا موناليزا يلا صورة أخرى بطريقة أخرى وبألوان أخرى لنظال حكي لنا شوية عليها هذه كانت الأستاذ عادنا في المدرسة الفنون نقترح علينا أن نختاروا لوحة من الفنانين العالميين نعيدها تقريبا بحذافيرها نعيدها تماما بحذافيرها ولوحة أخرى نعيدها بأسلوبنا الخاص مع إضافة تعديلات هذه فقط حبيت أرسمها بالرصاص يعني والمطلوب من أن نرسمها سكيتش عادي والواقعية وهذه هي الصور اللي جبها لنا كل من النظال والنوار أيضا نحكونا شوية على شكون هو الفنان أو الرصام اللي تأثرتوا به كبرتوا معه كبرتوا تحبوا الرسومات لكم ولا عندكم كل واحد فيكم عنده الرصام ومدرسة خاصة يقتدي بها أنا من ناحيتي الفنان الأول بالنسبة لي هو ليوناردو دافينشي هو بالنسبة لي أكثر من فنان ما شاء الله يعني يعتبر عالم طبيب مهندس عنده اختراعات مثل هيلو كابتر الطائرة المروحية أكثر شي نحب أسلوبه في الرسم الأسلوب الواقع المفرط عنده لوحات عالمية جميلة جدا كنت حاولت أني نقلد هذا الأسلوب لكن نحس ما زال لازم لي نتعلم أكثر في كل قسم من أقسام الرسم جميل هو نيضان؟ أنا بالنسبة لي ما تأثرتش بزاف بالفناني العالميين حبيت تطور نفسي مع الوقت وتأثرت أيضا بعمي كان رسام أخبركم منذ البداية يعني عائلات فنية عائلة فنية بامتياز بالمناسبة حتى الوالد والوالدة رسامين لما جبتهم شو معكم وقلتوا ليش؟ لأننا جبنا العائلة ككل بما أنهم رسامين أيضا أكيد أن ندعوهم لأن نوجه لهم الدعوة من هذا المنبر أنهم يكونوا حاضرين معنا في الأستوديو ويجبوا رسومتهم ويتعرف عليهم المشاهد الجزائري ويتعرفوا ويعرضوا رسوماتهم أيضا وإبداعاتهم إن شاء الله هذا شيء يشرفنا طبعا إن شاء الله يا ربي طيب بالنسبة للتقليد في الرسم وتقليد الفنانين أو بعض الرسومات هل ما تشوفوه ربما تحد من مواهبكم كرسامين؟ بما أنه كان بزاف ناس نشوفهم أو رسامين شباب يتأثروا لدرجة أنه يقلد يبقى ويعيش في دوامات التقليد ما تشوفش ربما يخلق قيودك في الرسم والإبداع محدودة كرسام يعني؟ نعم من ناحيتنا نشوفها تقييد الإبداع وتقييد حتى للمستوى أنه يتطور يعني يعتبر الرسام إذا قلد لوحة فنان معروف بحذافيرها مثلا أو قلد اسلوبه في كامل لوحاته هو ما عم يتعلم أو ما عم يستفيد شيء جديد أو ما عم يتقدم في مستوى وما رحش يقدم أيضا إضافة للفن وعالمها الفن صحيح صحيح ما رح يقدم هل عندك إضافة على الموضوع الأعلى تعليق اللي يقالوا؟ أنا بالنسبة لي أي فنان عنده نظرة خاصة يعني في النهاية هو حر تقديم العمل الفنية وممكن عنده رسالة خاصة يحب يوصلها لكن بالنسبة لي التقليد كما قلت يدير له حدود بزاف يعني الفنان الأحسن لو كان يخرج مثلا مشاعره في الفن ولا في لوحة ممكن تشكيلية مشارطة تكون واقعية أو يختار صورة معينة ممكن تنفذ يعني فضل أنا نسمح فيك نفذ كل نقل كل طيب بالنسبة لربما المدرسة التي تقرأ فيها وهي معهد الفنون مدرسة العدية للفنون ما شاء الله تبارك الرحمن ما تقدم لكم هذا ما الذي يجعلكم أنكم تتكونوا في فن الرسم إضافة لكم موهوبين منذ الصغر إحنا حبينا يكون الرسم شيء أساسي في حياتكم شيء يعني حتى يوصل أنه يكون جزء مهني أو جزء دراسي كبير في حياتنا وطبعا يزيد يوجهنا أكثر في مستقبلا يعني في حياتنا المهنية في ممكن يعلمنا أشياء إحنا ما نوجدها عند مثلا في الكتب أو في المصادر الأخرى ويزيد مثلا يعلمنا فكريا حتى كيف نستغل موهبتنا وكيف نستغل المستوانة الفني وكيف نطوره بطرق طرق جديدة طرق مبتكرة كيف نبتكر أحنا ممكن أسلوبنا الفني الخاص جميل جميل ونوصل رسالتنا نضال نور كثير منك كل يوم وكهاشم وكساكت بالعكس أعتقد أنه الفنان يتكلم يتحدث يعبر على رحولة يعبره على روحكم من خلال رسوماتكم فقط نعم يمكن هذا شيء أكيد هذا يلا بالنسبة لكم أنتم كفناني شباب راكم طالعين راكم جايين للحياة الفنية وتحطوا بصمتكم إن شاء الله في عالم ألفا وشنو هي الرسالة تحبوا تقدموها توصلوها دائما وأبدا خاصة أنه الأكيد داركم هنا في الجزائر مرحبا بكم ونقولوكم رب الله رسالك شكرا رسالة تحبوا تكون توصلوها تقولوها من خلال البلاتو أو من خلال رسوماتكم نعم بالنسبة لي من خلال رسماتي أنا أحب أوصل رسالة طبعا رسالة فأني ممكن أطور ممكن أحب أن أحدث شيء جديد إن شاء الله وطبعا أحب يكون الرسم في المهنة يعني أحب مثلا تفضل توترت يلا نرجع للنور رسالتك أنا عندي رسالتين رسالة من ناحية ناحية المستوى الفني ورسالة من ناحية الفنان كيف عبر عن روحه من ناحية المستوى يعني أكيد كامل نبدأه من الصفر أي شيء يكون من الأساسات حتى تدريجيا يعني اللي عنده حب للموهبة يبدأ فيها يطورها أيضا يبدأ ويطورها وما يخافش من الفشل أبدا جميل جدا لأن الخوف هو اللي رح يقتل الموهبة يقتل الموهبة ممكن آه تماما طيب فالختام كلمة تحبوا تقولوها يعني اللي عنده حلم يطور قلوها للناس للمشاهدين ربما العائلة ديالكم أيضا رسالة أو تحبوا تقدموها إذا عندك أي حلم اتبعه فورا خليه جزء من حياتك جزء أساسي مهني أو دراسي لأن اللي يعمل شيء يحبه رح يكون مبدع فيه ورح يكون بارز فيه بشكل كبير إيضال رسالة كلمة طبعا أي شخص عنده طموح لازم يسعى وراء طموحها طبعا ودائما يكون عنده يقين بربنا سبحانه وتعالى أنه أكيد حيوصل لحلمه إن شاء الله يا ربي في الختام ربما عندك شيء يحب يتفتح وقتين خليه للختام هدية بسيطة صورة جميلة جدا جدا أكثر من رائعة هذه لازم يشوفها المشاهد الكريم صورة أكثر من رائعة هذه صورة؟ نتمنى أنها تكون عجبتك آه ما شاء الله صورة أكثر 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 من رائعة رحكم تشوفوا فيها مشاهدين اللي جابها نوار ونضال طبعا هي في الواقع أجمل بكثير رحكم كلها تطلب رسوماتكم الله يسلمك شيء يسعدنا طبعا شخص قال لك دوكت ترسمني ولا ما تروحوش منها إن شاء الله رحكم رحينا في الستوديو من الآن مرافعية مشكلة تكرر صورة جميلة يعطيكم الصحة مارسيبوك شكرا 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 لكم على هذه الرسمة الدقيقة والرسمة الأكثر من رائعة حقيقة أقل شيء أقل شيء أني نستضيفكم في الستوديو ونخليكم تحكوا على موهبتكم ونفتح لكم المجال لأنكم موهبين حقا وصور أكثر من رائعة شكرا لكم حشمتوني شكرا جزيلا بالعكس احنا ساعدنا جدا أننا اليوم التقينا فيك وساعدنا أكثر بالتعرف عليك طبعا شكرا وشرف لي أكيد أبواب البرنامج مفتوحة لكم وكل أصدقائكم وكل شباب الموهبين تقدروا يعني من خلال برنامجنا دائما ما يكون هذا البرنامج نقطة تفاعل واللقاء بين مختلف الشباب ومختلف الرصامين والموهبين إن كان في الرسم في التمثيل في الفن وغيرها من الفنون لدائما ما نصلتوا الضوء عليها ونعطوها حيز كبير في برنامجنا اليوم يا صباح يا شروق مورنينك شكرا لكم مرة أخرى على قبول الدعوة على تشريفي في القلاطو شكرا لك جزيلا شكرا لكم